جولات المفاوضات بين لبنان وإسرائيل متلاحقة لترسيم الحدود البحرية فيما بينهما منذ شهر ثلاث جولات حتى الآن عقدت في مقر اليونيفيل في النقورة جنوب لبنان برعاية الأمم المتحدة وهي مفاوضات تتوسط فيها الولايات المتحدة وتعتبرها تاريخية في ظل حالة الحرب بين الطرفين محور المفاوضات هو المنطقة أو ما بات يعرف ببلوك ناين الغنية بالنفط والغاز في البحر المتوسط وهنا تأتي نقطة النزاع يطالب لبنان بحقه من مساحته البحرية في هذه المنطقة وفقا لقانون البحار الدولي وهو متشبث بمساحة تبلغ 1430 كم مربع بدلا من 860 كم مربع حددها خط هوف الذي رسمه المفاوض الأمريكي فريدريك هوف بناء على خرائط يقول لبنان إنها مبنية على تقديرات خاطئة خط هوف هو الذي وضع في 2012 أو وضع قسم المنطقة رقم 9 بين جزء تم تأكيده للبنان بمساحة 500 كم مربع وجزء بمساحة 360 كم مربع خاضع للتفاوض لبنان يصر كذلك على الترابط بين ترسيم الحدود البحرية والحدود البرية خصوصا مع وجود خلاف على النقطة بي واحد أو بي ألف عند البر في منطقة راس النقرة الساحلية على الحدود اللبنانية الإسرائيلية التي من شأنها أن توسع الرقع البحرية للبنان وتشكل نقطة ارتكاز تنطلق الحدود منها في الجولتين السابقتين تعقدت المفاوضات بشكل كبير بعد طرح الوفد اللبناني شروط أو مطالب جديدة أو معتبرة شروط جديدة تتوسع بموجبها الحصة اللبنانية إلى 2290 كم مربع بناء على خرائط يقول أنها تستند إلى قانون البحار لكن إسرائيل بالمقابل تجاهلت هذه المطالب والشروط اللبنانية الجديدة وقدمت خريطة تتجاوز المنطقة المتنازع عليها شمالا باتجاه لبنان